الصباح الخير يا صباح التفائل يا صباحة كل حاجة حلو النهاردة بقى ان شاء الله هقولك على طريقة حلوة وجميلة وبسيطة ازاي ما يكون عندك محش بايت زي كده تسخنيه ازاي طبعا لو انت عندك ميكرويف هتسخني ما عندك ازاي حالتي كده هنعمل بالطريقة اللي انا هقولك عليها دي انا جبت الجرل بتاعي كده وحطيته على النار يسخن ومعلقة سمنة كبيرة معلقة سمنة معلقة زيت المتاح سخني بي هبتدي كده خلاص يبتدي يسخن زما انتو كده شايفين وهبتدي ارص المحش بتاعي جربي تسخين المحش بالطريقة دي هتلاقيه طحفة طعم وريحة وكل حاجة جميلة بيتش اضلاق طبعا ممكن اي نوع محش تسخنيه بحيبقى جميل جدا معده ورق العنب بس ورق العنب ما يسخنش كده احنا طبعا من كنا الاول بنسخن المحش في حلة او في صنية او اللي عندها ميكروفي تسخنه في الميكرويف لكن كده بالطريقة دي كانت امي الله يرحمها بتعمل المحش البيت عندنا وتسبح تاني يوم تسخنهن بالطريقة دي كان بيبقى طحفة 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 وطعمه مختلف نهائي كده انت غيرت طعم المحش طعم احلى واحلى واحلى انا طبعا غطيت عليه علشان هياخد الوش زبانتو كده شايفين وكمان الغطى هيكتم البخار ويسخن بسرعة ما ياخدش وقت معانا في التسخين شايفين جمال المحش جربيه بالطريقة دي جدا هيعجبك جدا حتى لو انت عندك ميكرويف هتبطل الزخن بالميكرويف والزخنيه بالطريقة دي طبعا المحش يا جماعة ما بيسخنش على بخار مية لان لو سخنتيه على بخار مية الرز كده هيعجن جواه هيبقى طعمه مش حلو يا اما تسخنيه في الحلة او صنية او تعمليه زي كده بس انت لو جربت الطريقة بتاعتي دي هتعجبك جدا ومش هتسخنيه اللي بالطريقة دي كده على طول ان شاء الله شايفين جمال المحش كان طعمه فضيع فضيع كمان لو حبتي كمان تعملوله في حماية بعد التسخنة دي يا حايدين اللي المحش في حتة تانية خالص خالص ما شاء الله اللهم مبارك فضيع فضيع جميل جدا وما بياخدش وقت عشان انا حطيت عليه الغطة سخن منه سخن ومنه اتحمر جميل جدا شايفين ما شاء الله اللهم مبارك عامل ازاي هبتدي كده كمان اغرفه وبعد ما هغرفه هرش عليه شعرة ملح صغيرة جدا وشوية برضه فلفل اسود بس شوية صغيرين جدا بيغير طعمه ورحته فضيع وحبة تعمليله فحماية اعمليله الفحماية بجميل جميل ما شاء الله اللهم مبارك يا ربي كده ان شاء الله تكون الفكرة بتاعتي عجبتكو في تسخين المحشي جربيها مش هتندمي شايفين كمان المحشي يفتح النفس ده مش محشي ده كباب ده احلى هاجة جميلة في الدنيا هتجربوها ان شاء الله واقول لكم اشوفكم في فيديو تاني بإذن الله وقول لكم سلام عليكم وما تنسونيش تقولوا في التعليقات اللي جربوا ودقوا اعمل ايه معاه ان شاء الله وما تنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس وعشان يوصلكوا كل فكرة جديدة ان شاء الله وكل صحابكو يقدر يشوفوه وتفاعلوا معي ان شاء الله وقول لكم سلام عليكم